واضح ان كل شوية هنكتشف بلاوي سودة لسه منعرفهاش عن الباكابورت اللي احنا فيه بس اللي يكسف ان مش احنا اللي بنكتشف ده الناس اللي في البلاد المحترمة اللي فيها الشفافية هم اللي بيكتشفوه لنا وبيفاهمون وده بالضبط اللي حصل في فضيحة بيتحقق بخصوصة في امريكا اليوم دول حوالين شركة تبع جهة سيادية مصرية احتكرت الاشراف على توريد اللحمة المستوردة من امريكا شمال وجنوب واصدار الشهادات اللي بتقول ان اللحمة دي حلال ايه ما وضع في ضحة اللحمة ده وليه ظهر فجأة هيا بنا نشوف طبعا كلنا عارفين ان الجهات السيادية في مصر مش عتق حاجة في ام البلد ممكن تجيب قرش الا ولازم تسيطر عليها وتحلبها عشان تطلع منها اي مكسب لبن اطفال ماشي ادوية يا ريت كل حاجة واي حاجة بس الغثومية اللي شغالة بها الاجهزة السيادية في التكويش ردت في اشها المراتي القصة ببساطة ان فيه نائب او سيناتور امريكا اسمه روبرت ميناندز او اسم الشهرة بتاعه باب ميناندز الراجل ده من الحزب الديمقراطي الحاكم دلوقتي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الامريكي وبقاله فترة بيتحقق معاه في كذا حاجة يعي شوف في اخي سبحان الله بيتحقق معاه في كذا حاجة منها حاجات تتعلق بزمته المالية وعلاقات التجارية مع دول اجنبية منها بصر مع انه ديمقراطي من حزب الرئيس حاجة تكسف بصراحة يعني من ضمن الحاجات اللي جيت في سكة التحقيق بتاع الاف بي اي اللي هو زي امن الدولة في مصر كده علاقة جامعت بين ميناندز ده وبين شركة مصرية مقرها في امريكا لحد انا الكلام عادي يعني الناس واللي عيازوا بالله بعيد عن السمعين يعني عدهم ديمقراطية واي شبهة بتحوم حوالين اي مسؤول عندهم مهما كان هو مين حتى لو الرئيس نفسه بيحققوا معاه على طول ايه اللي تقذهب يعني احنا ملا لا ملا ونص حضرتك لان العلاقة اللي بتحقق فيها بين ميناندز والشركة المصرية فجرت فضيحة فساد جديدة وكبيرة للجهات السيادية المصرية للا مانا الفضيحة مش جديدة اوي يعني لاني بقى لها كام سنة بل زي ما انت عارف احنا من كتر ما خدنا على الفساد ما بقاش يفرق معنا الشركة المصرية دي ساعتك شغالة في التزديق او اعتماد اللحمة اللي مصر بتستوردها من امريكا وامريكا الجنوبية واصدار شهادات انها لحمة حلال حلال يعني مدبوحة ومسلوخة وكل ما راح تجهزها تمت حسب الشريعة الاسلامية هتولي كترخيرهم بصراحة يعني هم الامريكان زعلانين ليه مش احسن من نظام والحكومة يسيبوا المصرين ياكلوا لحمة بيشرف عليها ناس مش مسلمين وممكن تكون لحمة خنزير متنكرة في هيئة بقرة ولا لحمة مش مدبوحة الشريعة حضرتك هو فعلا مدير الشركة مش مسلم واسمه واقل حنة امريكي من اصل مصري عايشه امريكا من زمان سمعته وزمته المالية عليها كلام مش ولابد يعني حاسة ما بيقول بعض المصريين في امريكا واقل ده بعد 2013 يعني تقرب لجهات شغالة في جهات مصرية السيادية المخابرات يعني وبقى من رجالته مخبر هتقول لي اعلقة واقل حنة ده باللحمة الحلال قول لك اصبر بس شوي الفكرة زي ما قلنا ان لازم تكون في شركات مسلمة شغال فيها ائمة مشايخ يعني وده كثرة مسلمين عشان يرقبوا ويتابعوا ويفتشوا على المدابح والمسالخ اللي في بلاد برا اللي بتصدر لحمة للدول المسلمة مع انت عارف بقى حكومتنا مستحيل تأكلنا لحمة مش حلال يعني لكن هي تاكل مال حرام عادي مش مشكلة والشركات دي بعد ما تتأكد ان كل ما راح تجهيز اللحوم تمت حسب الشريعة الاسلامية بتصدق او بتدي شهادة او ختم ان اللحمة دي حلال 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 ممكن تتصدر للدول الاسلامية لغاية 2019 كان فيه اربع شركات هي اللي بتدي شهادة الحلال لللحمة الامريكاني اللي بتصدر لمصر لكن ابانا الذي في الاجهزة السيادية بص كده لقى السبوبة دي حلوة بتجيب دولارات ومتتفوتش يعني راح سيادته واقف التعامل مع الشركات الاربعة دي وسحب الترخيص اللي مصر اديتهالها عشان تختم او تصدق على اللحمة اللي هتستوردها من امريكا سيادته عمل كده لانه في 2017 اتفق مع واقل حنة اللي عمره مشتغل في الكار ده ولا ليه اي علاقة بيه وما ينفعش اصلا يكله علاقة بيه لانه مسيحي سيادة ابانا لازل في المخابرات عمل شركة الوائل حنة اسمها اس اي جي حلال سيادته عمل الشركة في 2017 وعلى مايو 2019 خلى وزارة الزراع اللي هي الجاهة اللي بتشرف على موضوع مواصفات اللحمة المستوردة خلىها واقفة التعامل مع الاربعة شركات التانية واصدر قرار ان التعامل يكون حصري مع شركة وائل حنة وراحت الحكومة المصرية الحريصة على تطبيق الشريعة في اللحمة بس راحت بعته لوائل مشايخ ودكاتر عشان يشتغلوا معاه ويزبطوا له الشغلان الحكومة المصرية في الوقت نفسه راحت بعته لجان للشركات الاربعة التانية في امريكا وفتشت مقراتهم عشان يعني تسبك الدور وتبرر واقفة التعامل معهم بس لما واقفت التعامل معهم ما قالتش اي مبردات بالتاني بعضهم اشتاكل حكومة المصرية وصدر كحكومة الامريكية يبقى كده عم واقل حنة ده احتكر الاشراف على اللحمة اللي بتصدر من أمريكا لمصر والاحتكار هناك جريمة بعيد عنك والحكومة الأمريكية حققت مع واقل حنة بالتزامن مع تحقيقها مع السناتور باب منندس وفي التحيات واقل حنة خرر كل التفاصيل لأنه مواطن أمريكي وما ينفعش يزوغ ولا هيطلط ولأن عمنا اللي في المخابرات عمل الشركة أصلا عشان يحتكر سبوفة اللحمة فأول قرار أصدرته الشركة بعد ما كوشت على موضوع إصدار شهادات الحلال إنها رفعت رسوم التعامل معها يعني أنت لو راجل أعمال بتصدر لحمة ولازمك شهادت الحلال عشان تصدر لمصر انسى الأسعار القديمة واتعالى بقى على حجر عمه ورفع الأسعار ما كانش طبيعي ده وصل لأكتر من 25 ضعف الحوية الوحدة الكونتينر يعني بعد ما كان سعر إصدار شهادت الحلال ليه 200 دولار بقى 5000 دولار يعني أنت مستوع بالجشعة طبعا ده غلى التكاليف على الشركات اللي بتستورد اللحمة بالتالي سعرها غلي على المستهلك في مصر والامتيازات اللي خدتها شركة هاني حنة ما وقفتش عند جهة وخليك فاكر إن هاني حنة ده ما كانش عنده أي خبرة في موضوع تصدير اللحمة وإصدار شهادات الحلال أصلا لأن بعد خمس شهور من احتكار الشركة للشغل اللي جاي لمصر من لحم أمريكا أبانا الذي في المخابرات راح مديها الحق الحصري في إصدار شهادات الحلال لللحمة اللي جاي من أمريكا الجنوبية كمان ودي كانت مصيبة أكبر من مصبت اللحمة اللي جاي من أمريكا لأن أغلب استيراد مصر هو من اللحوم البرازيلية يعني شركة واقل حنة وقعت على مغارة علي بابا وبمجرد ما مسكت الإشراف على اللحمة اللي متصدرة لمصر من البرازيل وأمريكا الجنوبية عملت نفس اللي حملته في أمريكا ورفعت سعر إصدار شهادت الحلال للكنتينر الواحد من 250 دولار لألف وخمسمائة دولار طب ليه فرق التسعير ده بين لحمة أمريكا والبرازيل لأن اللحمة البرازيلة أرخص أصلا والنظام بيجيبها عشان يسدي بيها العجز في مصر فلازم سعرها يفضل أقل وكده كده كمية اللحمة المستوردة من البرازيل أكبر بكتير فالسبوبة برضو كسبانة وزي الفل وبالمناسبة بسبب حرص النظام على موضوع اللحمة البرازيلة ده مصر فضلت تستورد لحمة من هناك سنة 2017 في عز الأزمة أو الفضيحة اللي حصلت ساعتها فضيحة ايه؟ الشرطة البرازيلية حضرتك اكتشفت في 2017 إن كتير من مصدير اللحمة هناك دفعوا رشاوي للمفاتيشين في الرقابة الصحية عشان يعدوا شحنات لحمة فاسدة بتتصدر لأكتر من 150 دولة في العالم ويسجلوها على إنها لحمة صالحة للاستهلاك الأدمي وقتها دول كتير جدا منها أغلب الدول العربية وقفت استراد اللحمة في البرازيل لكن مصر قلت لك يا عم أنت مكبرين الموضوع عليه ويهي يعني اللحمة فاسدة ما إحنا عندنا يامة ناس أكلت حميره وكلابه عاشين وزي الفل وبعدين دي عمار ومكتوبة يعني واخد بالك هنا إن 2017 ده هو نفس تاريخ تأسيس شركة وقل حنة وهنا بقى نرجع الموضوع عن مواقع أول مرة يتفتح الموضوع ده كان في 2019 وزي ما قلنا عدى في هدوء للأسف بس اللي كان ملفت وقتها إن المسؤولين بتوع الحجر الصحي لما طلبت منهم الصحافة إن هم يعلقوا على الموضوع تقمصوا دور السيسي بقى هو يقول للناس ما تسمعواش كلام حد غيري وقالوا بص يا جماعة إحنا بس اللي فاهمين السوق المصري وبطن المواطن المصري تغصنا وموضوع تحديد مين اللي يشرف على اللحمة المستوردة ده شأن محلي مش من حق أي دولة أو جهة أجنبية تدقل فيه شايف السيادة الوطنية؟ المفروض إن شركة وقل هي الشركة الوحيدة اللي الحكومة المصرية شايفة إنها ملتزمة بالمعايير المطلوبة اللي بتأهلها إنها تعتمد اللحمة المستوردة وتديها شهادة الحلال المفاجأ بقى إن المعايير دي أصلاً ملاش وجود وما تنشرتش وما توزعتش على الشركات الأربعة اللي كانت شغالة في الموضوع ده قبلها اللي هو المعايير معاييرنا والورق ورقنا والمواطن اللي هيكل ابننا وجوحة أولى بلحمة طور واخر وواضح إن أبانا اللي في الجهات السيادية أخد قرار تأسيش شركة واقل حنة بسرعة لأن موقع الشركة على الإنترنت ما ظهرش غير قبل حصولها على الترخيص من الحكومة المصرية باربع تيام بس إلى الغاز اللي حاولين عم واقل حنة ده ما تقفش عن ذكر لأن رقم التليفون اللي متسجل في بيانات شركة اللحمة الحلال اللي عملتها له الجهات السيادية هو نفس رقم تليفون شركة نقل كان واقل عملها في 2015 والشركة دي ما كانش عندها غير شاحنة واحدة بس ورغم كده دخلها السنوي كان أكتر من 30 مليون دولار ده أنت لو بتشغل العربية دي خمش شفتات في اليوم مش هتعمل الدخل ده ووضح كمان أن كل حاجة متعلقة بشركة واقل حنة شمال حتى المحامي بتاعها لأن محامي سجله مليان مشاكل وتقبض عليه كذا مرة وتحقق معك كذا تهم الفساد أو الأزمات اللي تسببت فيها شركة واقل حنة بتاعت الجهات السيادية ما وقفتش عند مصر بس لأن نتيجة احتكارها لإصدار شهادات اللحمة الحلال اللي جاية مصر من أمريكا ودول أمريكا جنوبية رافعت أسعارها زي ما قلنا بالتالي ده أضر بالمدابح والمسالخ اللي بتتعامل معاها هناك لأنه رفع سعر اللحمة بتاعتها وحرمها من ميزة نفسية عشان كده فأمريكا اتحقق مع وائل قبل حتى التحقيق اللي تفتح مؤخرا مع باب مينندس وزيرة الزراع البرازيلية لما زارت مصر بعد تأسيل شركة واقل شرشحت لوزارة الزراع المصرية ودول تانية زي كولومبيا وبراجوية قطعوا الشركة دي أصلا وتقدمت ضدها شكاو وبلغات حتى جوه مصر البلغات دي بقى لما تقدمت كشفت مصيبة تانية من مصايب الشركة وهي أنها بدأت تطلع شهادات حلال لمجازر في أمريكا الجنوبية قبل ما تبدأ شغلها هناك أصلا يعني تزوير اللي هو تحس أن أصحاب الشركة واللي وراهم حالفين طلاق تلاتة ما يسيبوا حاجة حرام غير لما يعملوه شايف حضرتك كل الفساد ده أهو محدش فينا كان هيسمع بي لو لأن الأمريكان وهم بيحققوا مع واحد من كبار المسؤولين عندهم لقوا في ملفاته علاقة ممكن تكون علاقة فساد مع شركة واقل حنة وبصراحة يعني دي حاجة ما تخليناش نستغرب يعني لأن إذا كان مش فارق مع الأجهزة السيادية في مصر أنها تأكل الشعب لحمة فسدة هيفرق معاهم أنها تعرفهم تفاصيل قضية واقل حنة ولا غيره حضرتك في 2016 الجيش وزع على الأسواق اللحوم فسدة ولما الناس اكتشفت ده قطعت لحمة الجيش وكانت النتيجة أن اللحمة ارتفع سعرها وقتها وفي 2017 جهاز الخدمة الوطنية بتاع الجيش استورد عجول عندها جنون البقر العجول دي كانت مستوردة من أيرلندا وطلعت عن طريق أسبانيا لأن مصر كانت منع استراد اللحمة الأيرلندي من سنة 98 عشان جنون البقر فبقى الجيش يستوردها عن طريق أسبانيا عشان تستخب وفي 2018 الجيش استورد دواجن مجمدة من البرازيل ما كانش فاضل في فترة صلاحيتها غير شهر واحد بس يعني على ما توزعت في السوق ووصلت للمستهلك كانت بازت ودي نتيجة طبيعية لبلطاجة اقتصادية بتمارسها الأجهزة السيادية وهي عارفة أنها متحصنة وما حدش هيقدر يرفع عينه فيها ولا يحسب دائرة الرقابة والمحاسبة انسى صحة المواطن وانسى المواطن النفس وإحنا أصلا عايشين ليه؟ غير عشان البشاوات بتوع الأجهزة السيادية يكسبوا وينبسطوا ونشوفكم على خير إن شاء الله